نظمت مديرية الصحة بدميات قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية الألف التابعة لمركز كفر سعد ضمن جهود مبادرة رئاسية حياة كريمة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وأكد وكيل وزارة الصحة بدميات السيد عبدالجواد أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1069 مواطنا بالإضافة إلى تحويل 26 حالة لتلقي العلاق بالمستشفيات وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاق على نفقة الدولة لخمس حالات هذا بالإضافة إلى إجراء تحليل معملية وأشعب المجال للمواطنين مع إقامة عدد من الندوات التثقيفية تم التنسيق بيننا وبين الصحة لخدمة المواطنين في حياة كريمة وإحنا في استقبال المواطنين كلها وبنسعى جميعا لراحة المواطنين وتقديم خدمة مميزة بالفعل جاءت الصحة على أكمل وجه وكل الأقصاب موجودة وكل الخدمات موجودة كشفت إعظام وكشفت بطنة وقلقيت المقابلة حلوة وهم ناس محترمين ويريت الكرارة تاني لإني عملولي اللازم وحاولوني أعمل عملية غدروب في ضمياط مبنى لجنب المحافظة بتاع المستشفى العام ويشكروا على جهودهم